طلاق لا تزال بريطانيا تدفع فاتورته فبعد الامتصال عن الاتحاد الأوروبي والذي أثار مخاوف عديدة عن تراجع مكانة لندن كأهم مركز لصناعة المال تشير الإحصاءات إلى مغادرة أكثر من سبعة آلاف وظيفة منها إلى العديد من المدن الأوروبية الاتفاق الذي خرجت بموجبه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضع آليات للتعامل التجاري فأضيفت الرسوم الجمهورية وكذلك الرقابة على الحدود إلا أن نتائج هذا الخروج بدأت تأثيراته تظهر في قطاع خدمات المال تعد لندن لاعبا ماليا عالميا لكن لا ينظر إليها بالضرورة على أنها مركز الخدمات المالية الأوروبي الوحيد وأعتقد أن هذا نتيجة البريكزيت فلندن ليست المركز المالي الأوروبي الوحيد فهناك أماكن أخرى كباريس أو أمستردام أو دابلين تحذيرات فقدان لندن لأهميتها كمركز عالمي في الخدمات المصرفية مستمرة إلا أن هناك من يرى أن هذه التنبؤات مبالغ فيها اعتقدنا بعض البريكزيت حصول نزوح لعشرات الآلاف من الوظائف إلى أوروبا لكن التي انتقلت الآن فعليا سبعة آلاف فقط لكن هناك وظائف أخرى توازي هذا العدد بعد أن افتتحت الشركات والاستثمارات الأوروبية مكاتب هنا في لندن تداعيات البريكزيت على الصناعات المصرفية والتي تمثل ثمانية فاصل ثلاثة في المئة من الناتج القومي في بريطانيا لم تحدد بشكل واضح بعض لكن العديد من المصارف بدأت تعزيز وجودها في عواصم أوروبية أخرى تقلل الحكومة من شأن تأثيرات البريكزيت في صناعة المال وتؤكد أنها خدمات عابرة للحدود إلا أن مختصين يشددون أن حجم التجارة البالغة 200 مليار دولار سنويا يدفع مدنا أوروبية للتنافس بقوة لاستقراب هذه الاستثمارات بمختلف الوسائل وشتى السبل حيدر صافي تارة عربي لندن